حفتر يتوسط النظور والحاسي مشهد ظهر فيه قائد ميليشيات الكرامة أثناء عودته إلى بنغازي بعد غيابه الذي أظهر مدى الانشقاخ الحاصل داخل معسكر الكرامة وعقب مساع بعض الدول الإقليمية والأجنبية لتنصيب بديل لحفتر التدخلات الخارجية في الشأن الليبي لم تتوقف منذ غياب قائد الميليشيات عن المشهد قرابة الأسبوعين الإمارات ومصر وفرنسا دول عملت خلال الفترة الماضية دبلوماسيا لتمهيد طريق لمن يستلم زمام الأمور بديلا عن حفتر اجتماعات كشفت عنها عدد من الصحف والمواقع العالمية أثبتت ضلوع كل من قوى الثورة المضادة في الشأن داخلي لليبيا والبحث عن موطئ قدم لها في البلاد البداية كانت بما ذكره موقع مدل إست آي حول ممارسة ضغوطات أوروبية وإماراتية على المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة لنفي وفات حفتر لحين إنهاء ترتيبة لازمة الاختيار البديل إذاعة فرنسا الدولية وهي مؤسسة إعلامية تتلقى تمويلها من وزارة الخارجية الفرنسية كشفت عن الاجتماعات المنعقدة مع أبناء حفتر وعدد من قيادات الميليشيا للتباحث حول المرحلة المقبلة الإذاعة خلصت لثلاثة مرشحين ممثلين في خالد ناجل حفتر المقرب منها ومدير مكتب قائد الميليشيا عون الفرجاني إضافة لأمير غرفة عمليات الكرامة عبد السلام الحاسي رجل القاهرة وأبو ظبي وباريس لقب عنوانت به الإذاعة الفرنسية أحد تقاريرها في حديثها عن الحاسي لتولي منصب القائد العام وانفرد باستقبال من قبل مستشاري الرئيس الفرنسي منذ الإعلان عن مرض حفتر قبلة الفرجان ورفضها للحاسي كانت أحد محاور حديث الإذاعة الدولية المنتمي إليها حفتر وأثنان من المرشحين لتولي مكانه وفصلت في تقريرها عن كون نجله خالد لا يتمتع بشعبية كبيرة داخل صفوف الميليشيا أياد الدول الثلاث لعبت دورا كبيرا أيضا في التكتم الإعلامي على حقيقة وعد حفتر الصحي فالسلطات الفرنسية مثلا رفضت إعطاء أي معلومات رغم أهميتها في كشف الحقيقة وإزالة أي غموض في الموضوع بعد عودة حفتر للمشهد مجددا هل ترتب فرنسا والإمارات ومصر أوراقها في ليبيا وتتفادى حالة التخبط في اختيار البديل المناسب لها في ظل الانقسامات التي ظهرت ملامحها في صفوف ميليشيات الكرامة